ادر الفنان طلعت زكريا يدخل قلوب كل الجمهور بخفة دمه واداءه المميز وبرغم الكوميديا اللي كان بيقدمها في افلامه لكن حياته كانت مليانة بالمصاعب كان ابرزها فترة مرضه طب ايه هي التفاصيل مرضه النادر اللي تسبب في بيعه كل ما يملك ولهي اعتبره ارصة ودن من ربنا ومين هم زوجاته وايه التفاصيل زواجه من والدة هنالزاهد كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده اتولت طلعت زكريا يوم 18 ديسمبر سنة 1960 في اسكندرية وتعرف بخفة دمه من طفولته واشتغل في فترة طفولته ومرهقته اكتر من مهنة منها بيع جرايد وسواء وعامل في مطعم درس طلعت التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج من قسم التمثيل والاخراج سنة 84 وانضم لفرقة اسكندرية المسرحية وبدأ طلعت زكريا مشواره الفني من خلال مسرحية الشخص سنة 82 وهي من كتابة الشاعر امال دونقل كمان شارك في فيلم حادي بادي مع سمير غانم وبعدها انطلق في مجال الفن اتجوز طلعت زكريا مرتين في حياته المرة الاولى كانت في بداية حياته من سيدة خارج الوسط الفني اسمها صباح ورزق منها بولد وبند هم عمر واميمة الشهيرة بامي والاثنين دخلوا المجال الفني لما كبروا وشاركوا في عدد من الاعمال الفنية بأدوار صغيرة اتجوز طلعت للمرة التانية في 2005 من السيدة شيرين المنزلاوي وهي والدة الفنانة هنزاهد بعد قصة حب قوية جمعتهم واستمرت زكته الاولى واما اولاده على زمته ادرت طلعت انه يعوض هنة واخوتها عن غياب والدهم والين قطعت علاقتهم به بعد انفصاله عن والدتهم فكان طلعت اب حقيق الهنة واخوتها فرح ونور لدرجة انهم كانوا بيقولوله بابا وكان هو بيعملهم زي اولاده بالزبط لدرجة انه ساعد هنة الزاهد انها تدخل الوسط الفني وكان حريص ان تبقى فيها علاقة طيبة بين اولاده وبين هنة واخوتها استمر جواستلعت زكريا من ولدت هنة لمدة 13 سنة وانفصلوا في 2018 في هدوء شديد وما حدش فيهم قال ايه السبب وبرغم الانفصال فضلت علاقة طلعت بهنة واخوتها زي ما هي لدرجة انه حضر خطوبة وفرح هنة على احمد فهمي برغم انه كان تعبان جدا وقتها اتعرض طلعت لازمة صحية جديدة في شهر سبتمبر 2007 اصيب بالتهاب في واحد من شرايين المخ وده تسبب في دخوله في غيبوبة واستمر في الغيبوبة لمدة شهر وده كترة في البداية ما كانوش عارفينه وعنده ايه وكانو بيقولوا لولاده انه ممكن يفارق الحياة في اي وقت وسافر طلعت برا مصر عشان يتعالج واضطر البيع كل ما يملك عشان يقدر يصرف على علاجه قال طلعت ان مرضه كان بسبب فيروس نادر بيصبيه واحد من كل مليون شخص وبيصيب كل عضلات الجسم وبيأكلها واكد انه بالرغم ان اي حد بيشوفه كان بيتأكد انه خلاص مش هيعيش لكن كان عنده يقين غريب انه هيخف لانه كان بيعتبر مرضه تنبيه من ربنا ليه عشان يقرب منه خاصة انه قبل مرضه كان بدأ يتغرب نجاحه بعد فيلم حاحة وتفاحة وبدأ يمشي في طريق مش كويس وفعلا ادري يتجاوز مرضه وكمل مسرته الفنية وبعد 12 سنة من ازمته الصحية الاولى مصيب طلعت بالتهاب رئوي حاد اصطر على الكبد والكلة وفارق الحياة يوم 8 اكتوبر 2019 وكان اخر ظهور ليه قبل رحيله خلال حضوره كاتب كتاب بنت طلقته هنزاهد والفنين احمد فهمي قلنا في التعليقات ايه اكتر دور بتحبه لطلعت زكريا